قدر يفوز النهاردة على نادي الزمالك في ملاعب النشي مدية نصر 3-2 انتهت المباراة منذ قليل وقدر يفوز لاعبينا 3-2 على نادي الزمالك وكانت مباراة كبيرة جداً وده أكثر من رائع من لاعبي فريق 2008 أقول لحضراتكم النهاردة التشكيلة اللي ابتدت المباراة اللي ابتدى بها المدير الفني الكابتن محمود بيومي نادي الأهل النهاردة التدى في حراسة المرمى عمر النحاس خط الظهر حمزة الدجوي عمر هاشهاش حسن محمد مهند الشامي وسط الملعب عمر كمال صالح موسى بلالعطية عبد الرحمن رامي الشهير بمانو وآدم علاء وفي خط الهجوم حمزة عبد الكريم وشارك في الشوط التاني محمد صابري شندي بدلاً من صالح موسى ويوسف محمود أوفى بدلاً من عمر كمان هقول له حضراتكم أهداف النادي الأهلي من اللي أحرزها اليوم افتتح النهاردة تسجيل النادي الأهلي في الدي أربعة عشر كانت من ركل الجزازة ما احنا جايفين قدام حضراتكم دلوقتي مهند الشامي صادها ارتدت لي حرس مرمى نادي الزمالك قدر يتعامل معها بشكل جيد لكن المتابعة الجيدة والتركيز كرة متشاطة بكوة ردت له قدر يحطها وكان ده هدف النادي الأهلي الأول في الدي أربعة عشر ده هدف النادي الأهلي التاني كان في الديها واحد واربعين ضربة رأس ومتابعة جيدة هنا من أدم علاء ضربة رأس رائعة من حمزة عبد الكريم قدر يتعامل معها بشكل جيد هنا الكرة العرضية كرة ممتازة جداً من باكليفت النادي الأهلي وهنا حمزة عبد الكريم واحد من المهاجمين المميزين جداً في هجوم النادي الأهلي اتعامل معها بشكل جيد حارس مرمز زمانة تصدى ليها وهنا المتابعة الجيدة والانتشار الجيد من أدم علاء بيضيف النادي الأهلي الهدف الثاني له في الديئة واحد واربعين النادي الأهلي برضو كان في الشرط الأول يعني كل الأهداف في الديها خمسة واربعين وعندها المباراة الهدف الثالث من عرضية رائعة وعمر هشهش المدافع يقدر يضيف الهدف الثالث للنادي الأهلي وزا ما احنا هنا شايفين احتفالات لعب النادي الأهلي وهنا هجمة مرتدة سريعة كان زمانك بيهاجم في الكرة دي لكن هنا التحول السريع من الدفاع للهجوم والانطلاقات السريعة وقدر هنا لعب النادي الأهلي شايع عنده رؤية ما يرضيش يسدد حط بالعرض لواحد أفضل منه علشان يضيف النادي الأهلي الهدف الثالث له النهاردة كانت مباراة يعني تسيادها النادي الأهلي من الديئة الأولى للديئة الأخيرة النادي الأهلي النهاردة كانت ممكن المباراة تخرج بأهداف كتيرة جدا النهاردة كانوا لعب النادي الأهلي رجالة وزيقول له حضرتكم شايفين الهداف كلها هداف ملعوبة فيها جمل فيها تحولات دفاعية للهجوم بسرعة فيها ضربات رأس ومتابعة ركل الجزاء كانت في ديئة 14 وكانت ركل الجزاء صحية يا ريت يا سيد سمير نشوف الأهداف مرة تانية عشان نحل الأهداف عشان الناس النهاردة اللي ما تبعدش وما شافتش مباراة الأهلي والزمالك موليد 2008 اللي قدر يفوز فيها النادي الأهلي زي ما احنا شافين عارضين قدام حضراتكم خدمة هنا أربع نجوم ولا خمس نجوم الهدف الأول كان في ديئة 14 وركل الجزاء قوية من مهند الشامي زي ما قلت لحضراتكم واحتفالات هنا كل لعب النادي الأهلي الفريق ده بيضم لعبة مميزة جدا سواء بلالعطية واحد من نجوم الفريق عبد الرحمن رمي مان واحد أيضا من نجوم الفريق حمزة عبد الكريم واحد من المهاجمين المميزين اللي بينتظروا مستقبل رأى حراسة المرمى عمر النحاس واحد من المميزين وكمان اللي أحرزوا الأهداف مهند الشامي أدم علاء وعمر هشش هنا ضربت رأس مميزة وانتشار جيد من لعب النادي الأهلي واحد واخد العرضة الأولى واحد في الوسط هنا اللي ضرب رأس هنا بلالعطية واحد أيضا من نجوم الفريق وواحد من اللاعبين يعني احفظوا الاسم ده واحد من اللاعبين المميزين جدا بلال محمد عطية ومتابعة جيدة طبعا وانتشار جيد من أدم علاء الهدف الثالث وده طبعا فرحة لعب النادي الأهلي بالانتصار وبالفوز على نادي الزمالك ودايما القمة المصغرة بالنادي الزمالك بتلقى يعني متابعة كبيرة الهدف الثالث حلوته هنا الرؤية الرؤية سواء في التحول السريع والانطلاقات السريعة والفريق 2008 عندنا لعيبة فيها عندها انطلاقات سريعة جدا هنا الرؤية كرة محطوطة في الناحية العكسية واللعيب رايح على المرمة بيرفع عينه وبيحط الواحد زميله أفضل منه علشان يكون ده الهدف الثالث للنادي الأهلي وهدف فوز النادي الأهلي النهاردة في مباراة كبيرة انتهت بفوز النادي الأهلي بثلاثية على شباب الزمالك في ملاعب الناشئين في مدينة سنروح يشوف لقاءات ما بعد فوز النادي الأهلي على الزمالك اليوم بثلاثية